يتعاون بين وزارتي الأطار والإسكان والشركة المؤولين العرب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيتم النهاردة وضع مسلة الملك رمسيس الثاني أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة مصطفى وزيري الأمينة العام للمجلس الأعلى للأطار أكد أن قرار نقل المسلة من حديقة الأندلس بالزمالك للعالمين الجديدة جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للأطار المصرية وإن فريق العمل من أثريي ومرممي وزارة الأطار قاموا بدراسة وتوثيق المسلة وعمل تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل بالإضافة لاتخاذ كل إجراءات السلامة والتأمين لها طيب لتفاصيل أكتر عن المسلة وإجراءات النقل بينضمن نهاتفيا أن دكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للأطار أهلا بك دكتور مصطفى أهلا بك دكتور مصطفى عايزة عرف من حضرتك قرار نقل المسلة ليه هذه المسلة تحديداً وإيه الإضافة اللي هي ممكن تكون من خلالها متحققة في مدينة العالمين الجديدة وإزاي ممكن الشكل العام الأثر يتصق مع طبيعة المكان السحي شاهد طبعاً حركة أنه في مدن وعواصم كثيرة جداً بتنشأ في مصر وده شيء مش تقليد حديث لا تقليد كمان منذ قدماء المصريين أن هناك المسلات اللي بتزين المعابد وتزين العواصم وتزين المدن وهكذا كان فكر رئيسية للملك وامسيس 2 لما عمل عاصمته في دير رحمسو في أنطير في الشرقية كان أول حاجة طبعاً زين المكان ده كله بحوالي حاجة وعشرين مسلة منها بعض المسلات اللي نقلت من هذين مسلات كانت البساطاتها اللي نقلت للأنبالوس منها مسلتين نقلت للبطار منها بعض المسلات الأخرى اللي احنا نقلنا في العاصمة الإدارية الجديدة نقلنا مسلاتين قدام المكهف بتاعنا قدام مدينة الفنول السكرة كلها أن احنا بنزين المدن الجديدة وعواصم الجديدة بمسلات ودغى على جرار مهم موجود في العالم أجل معاً يعني مبدأين يا دكتور مصطفى ده إجراء متبع وليس إجراء جديد هو مش متبع أوي يعني حصل أكتر من مرة في أكتر من مكان بالضبط كده لذلك حصل إحنا العاصمة الإدارية زيناها برضو بمسلتين وشاهدنا مسلتين في صناح حجر المسلة يترجع للملك رمسيس 2 المسلة دي كان زي ما قلت الحال كانت موجودة في برعنسو اتنقلت من برعنسو في الأسرة الواحد وعشرين لمدينة صان الحجر وهناك استمروا لفترة كبيرة جدا ولأكتر من ألف سنة تقريباً هم وعين نتيجة زلزال قديم حصل ومتكسرين إلى عدة قطع الحمد لله إحنا السنة اللي فاتت المجلس العالق صار عملنا على الترميم وتطوير المنطقة جيدنا وعدنا تشييب تمثالين تاني للملك رمسيس 2 كانوا متكسرين وعامدين كبار جدا ومثلتين للملك رمسيس 2 وإحنا بالصدق كمان إن إحنا نعيد ترميم وتركيب مثلتين في نفس المكان في صناح الحجر هي نقلت المسألة بالفعل يا دكتور مصطفى اتنقلت المسألة ووصلت الحمد لله بسلام الله العالمين والزمل كلهم المرميمين موجودين هناك وإن شاء الله إن شاء الله هيتم تشهدها في أشهر ميدان في موجود في المدينة العالمين في مكان مميز جدا 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 وده حاجة هتبقى إضافة غير المكان اللي كانت موجودة فيه ماعتقدش إنه كتير يعني كان شافها ماعتقدش إنه كتير كان لاحظا إنه هناك مسألة في حديقة الأندلس وأعتقد إن الكلام ده يعني ناس كتيرة كانت بدأت بدأت استغرابها واستعجابها وفي مسألة في الأندلس نحن أول مرة نسمع هذا الكلام فكان واضح إنه كتير جدا ما يعرفش إنه هناك مسألة في الأندلس لكن كده هتشاهد تماما من كل زائري مدينة العالمين الجديدة هيشوفه ميدان جديد جدا نسمي ميدان المسألة اللي تدينه المسألة في الملكة طيب هي نقلت في وقت دي دكتور مصطفى والإجراءات اللي كانت متبعة يمكن إحنا بيكون فيه زخم إعلامي لما بتتنقل يعني قطع كبيرة أو قطع مميزة ما كانش فيه أي مثلا تغطية إعلامية لعملية النقلة أو الكلام ده كله لكن إحنا طبعا عرفنا إنها خلاص نقلت بالفعل والحمد لله تمت العملية بسلام عايزارة نحكي الإجراءات اللي كانت متبعة وتوقيت وصولها بالزبط للعالمين ده الموضوع ده لا الموضوع بسطور أكثر من أربع أسابيع دراسات وعملنا أفص إحدى الشركات الأولاد الكبرى المتميزة والمتخصصة في هذا المجال عملنا أفص حديدي عشان نضمن سلامة أصول المثلة عربية كبيرة ما تسمى بالكساحة 2.2 حاجة معروفة جدا 2.2 كويتش ده نام راح ارتحت عليها المثلة وخذنا إجراءاتنا طبعا عشان خاطر الصرق والكباري وعشان ضبط المرور كل الجهات الحقيقة كانت متعاونة معنا كلاما هذا المثلة الحمد لله أن المثلة تحركت فجر مبارح فطلعت الكباري والتحرك كانت محدد لها الصور على تزيد عن من 2 كيلو في الساعة إلى 5 كيلو في الساعة فطلعت الكباري ثم طريق نفسه من حوالي من 20 كيلو إلى 25 كيلو في الساعة فاتغرف التفر بتاحها من باحية الأنبالوس إلى مغاية موسط العالمين تقريبا بنتكلم في 10 ساعات تقريبا أو أكتر الحمد لله وصلت مدارح بعد مغربين يعني تقريباً تقريباً وتحركت فجرة من الأنبالوس وصل بعد العيشة الزملاء كلهم موجودين هناك الشركات المتحصصة وبإذن الله تعالى القاعدة تقريباً جاهزة وهيتم تشيرها على القاعدة هي لسه ما تنصبتش بالمعنى الدارج يا دكتور مصطف لسه ما وقفتش كده ونزلت من العربية وبقت واضحة لعياني نزلت من العربية عملت لها التندات ودلوقتي حالياً جاري العمل على إعادة تشيرها على القاعدة العملية هتتم بإذن الله خلال الوقت دي كده إن شاء الله نقول يا مسهل يا رب يا مسهل أقرب وقت بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تعالى بشغالي في أولو بايز جداً بشكرك جداً يا دكتور مصطفى طبعاً شرف لينا وجودك معنا على التنة اشتركوا في القناة